تسلم فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية في قصر الإليزي أوراق اعتماد سعادة السيد عصام عبد العزيز الجاسم سفيرا فوق العادة مفوضا لمملكة البحرين لدى الجمهورية الفرنسية الصديقة وقد نقل سعادة السفير لفخامة الرئيس الفرنسي تحيات حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وتمنياتهما لفخامته بدوام الصحة والعافية وللجمهورية الفرنسية النماء والازدهار مؤكدا سعادته على أهمية دعم وتعزيز العلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط بين البلدين على كافة المستويات بما يخدم مصالح شعبيهما الصديقين بدوره كلف فخامة الرئيس الفرنسي سعادة السفير بنقل تحياته إلى جلالة الملك المعظم وإلى سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وتمنياته لمملكة البحرين حكومة وشعبا بمزيد من التطور والرخاء مهنيا فخامته سعادة السفير بمناسبة تعيينه ومؤكدا دعم جهوده الدبلوماسية مهنيا فخامته سعادة السفير بمناسبة تعالى مهنيا فخامته سعادة السفير بمناسبة تحياتي مهنيا فخامته سعادة السفير بمناسبة تحياتي مهنيا فخامته السفير بمناسبة لي